في شان آخر ملفنا اليوم سنعود للحديث عن طائفة الأحمدية وكما ذكرنا من قبل مصالح الأمن الحضري ببلدية سلح بشعور في ولاية سكيكدا أوقفت حوالي عشرين شخصا من أتباع طائفة الأحمدية وهم يؤدون صلاة الجمعة بأحد المنازل وسط المدينة وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية جاءت إثرة حريات وعمليات ترسط قبل أن يتم اقتحام هذا المنزل الذي تم اتخاذه كمنزل من قبل الموقفين إلى ذلك أشارت مصادر النهار بأن الموقفين قد قدموا للجهات القضائية التي فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة ملبسات هذه القضية